لكن بالتالي الفريق عاد على طول من السودان وكان فيه مران مهم بالنسبة للفريق النهاردة والمران ده كان فيه تمام الساعة الوحيدة ظهرا تحديدا ونشارك فيه كل اللاعبين بشكل جيد جدا دي لقطات من مران اليوم ظهر اليوم تحديدا وتدريبات أكيد مهمة بعد المران ده بكرة هيكون أجازة بالنسبة للفرقة وده قرار من الجهاز الفني بكيادة مستر بيتسو المسلماني طبقا للبرنامج البدني الموضوع بالنسبة للعبين في إطار الاستعداد لمباراة سيمبا يوم الجمعة بإذن الله مهمة أول نحن نعمل مباراة كويسة برضه رغم أنه ممكن نباقي فيها بعض الحسابات اللي يلجأ ليها مستر بيتسو المسلماني في عطاء دقائق أو عدد من الدقائق بشكل كبير لبعض اللاعبين اللي ممكن ما بلعبوش بشكل مستمش طيب النهاردة كمان كان فيه محاضرة قبل المران من مستر بيتسو المسلماني اللاعبين اتكلم فيه على بعض الجوانب الفنية سواء فيما يتعلق بسلبيات النادي الأهلي بالأمس لا أمشاف إجابيات في الحقيقة في المباراة المباراة لجيئة إباية الوحيدة أنك اتعدلت يعني فبالتالي أكيد فيه نقاط كتيرة جدا نتكلم فيها مستر بيتسو المسلماني في نفس الوقت حفز اللاعبين للمباراة المجبلة وهو ده المطلوب في الحقيقة المسلماني كمان اجتمع مع جهازه المعاون عشان يتحدث في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة أقلها مجبلة ودائما النادي الأهلي منظم في مثل هذه الأمور أنت دائما بتبص اللي جاي خلاص مباراة المباراة دي كانت في الماضي اللي جاي هو الأهم دائما ودائما أي مباراة جايلك هي أهم مباراة بالنسبة لك ده اللي دائما بيركز فيه النادي الأهلي يعني أو منظومة الأهلي بشكل كامل كمان مع نهاية المباراة النهاردة كان فيه تقسيمة قوية للعاب الأهلي استعدادا لمباراة سينبا وتقسيمة شاهدت يعني مشاركة عدد كبير جدا من اللاعبين والكل قدى بشكل جيد أما بخصوص كهرباء فكهرباء عاد بشكل رسمي للمشاركة في التدريبات الجامعية كاملة مع الفريق علشان يكون متاح خلاص بشكل رسمي للجهاز الفني في المباراة المقبلة بعد انتهاء قفو اللي استمر لمدة شهر وكان قرار طربوي هام من النادي الأهلي فخلاص كابتن سيد عبدالحفيزي قبل الصفر للسودان كان أعلن ان خلاص العقوبة انتهت وانه هيشارك في التدريبات اول تدريب بعد العودة من سودان وده اللي حصل نتمنى له كل التوفيق قهرباء عنصر مهم ان شاء الله يكون اضافة لنادي الأهلي في فترة اللي جاية معلول كمان نهاردة عاد وظهر في التيتش وبيستكمل برنامجه في الجيم البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من إصابة في العضلة الخلفية والأمور بالنسبة العالي معلول ماشية بشكل جيد فيه فرص بنسبة جيدة للحق دي مباراة الزمالك يوم 18 بإذن الله طيب فيما يتعلق كمان بحمدي فتحي فهو بيخضع الفحص طبي يوم الخميس المقبل عشان يقف على مادة التطور الخاص ببرنامجه العلاجي في إطار العلاج من الإصابة في دراعه وكان احنا عارفين ان حمدي فتحي جاله كسر في دراعه في منتخب مصر طيب كمان طبيب الأهلي دكتور أحمد أبو عبلة قال كل التطورات اللي بتتعلق بمحمد محمود ولعب يعني اشتقنا له كتير قوي وما زلنا يعني وصقين في قدراته ووصقين انه هشضيف للنادي الأهلي بإذن الله ففي غضون 3 أسابيع بالضبط بالضبط يشارك محمود وحيد في التدريبات الجمعية طيب هنا السؤال هل لو محمود وحيد بعد 3 أسابيع شارك في التدريبات الجمعية يقدر يشارك في المباريات؟ آه يقدر بس الجهاز الفني حيديله وقت كمان شوية يعني ممكن يديله شهر كمان أو بقى لما يبتدي يخش في المباريات علشان طبيعي أوي واحد عامل 3 عمليات مش هيرجع بشكل مباشر يشارك في المباريات بالتحامات قويب كمان هياخد راحته ووقته خالص عشان نضمن ان احنا نكسب لعيب مميز بإذن الله تعالى فيما يتعلق كمان بمحمود وحيد احنا عارفين محمود وحيد كان عنده مزق في العضلة الخلفية قدامه خلاص كمان 3 أسابيع ويبقى متاح بالنسبة للجهاز الفني ده من خلال مشاركته ان شاء الله بعد 3 أسابيع في التدريبات الجمعية ده كل ما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي في مران اليوم تحديدا وفي إطار الاستعداد لمباراة يوم الجمعة ان شاء الله أمام سيمبا التنزاني في آخر جوالات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا واللي تأهل من خلاله النادي الأهلي بشكل رسمي لدور ربع النهائي من هذه البطولة اللي بيحمل النادي الأهلي لقبها وبيدافع عن هذا اللقب بكل قوة ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق